الآن من موضوع القيادات السعودية الآن نحن أمام قائد شاب وهذا القائد الآن لديه رؤية وهذه رؤية ستراتيجية ورؤية ميدانية ورؤية يتعاون معها في جميع الأصعدة لكن هناك حالة ثابتة وحالة ستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط أن الأمن الذي تسعى له تل أبيب هو يكون حالة يعني أولوية الكل يسعى إلى تأمين الأمن الداخلي والأمن الخارجي لتل أبيب إذن نحن هنا ماذا؟ إذا كانوا الأوروبيين وإذا كانت حتى الروس أيضا لا يسعون إلى مواجهة قد تدفع ذمنها تل أبيب كثيرا لكن هناك مصالح الآن الآن روسيا تسعى إلى ماذا؟ تسعى إلى أن يكون لديها كثير من الشركاء كثير من العلاقات لأنه حتى تبقى أنه ليس محصورة بغطاء كما الآن هي عقوبات الاقتصادية ليس العقوبات السياسية فذلك الآن دفعت بموضوع العلاقات مع أفريقيا ولا تنسى أن اللقاء الأخير بين زعماء الأفارقة في روسيا ووجود معهم الرئيس بوتين وعملية التسويق إلى الحبوب وعملية الدعم الآن الآن دول الآن بدأت تاعم بوركينوسيو فاسوة الآن تقول أنه نحن اتفقنا مع الروس على موضوع تزيدنا بالعديد من الأسلحة والمعدات المتطورة والصواريخ كذلك الجانب النووي أيضاً في برنامج النووي في الدول الأفريقية لكن نحن نقول الرياضة الآن لا الرياضة الآن عندما تتحرك تتحرك مع الصين الصين الآن شريك رئيسي الصين الآن تريد أن تتحول من نفوذ سياسي لنفوذ عشكري يعني نحن عندما نقول هناك نفوذ سياسي الآن لدى الصين والصين الآن تدخلت في موضوع سابقاً تدخلت في موضوع الصراع العربي الإسرائيلي لكن كانت مجرد دعم في مناقشات الأمم المتحدة في مناقشات المنظمات الدولية لكن الآن عندما حققت إرادة سياسية وستطاعت أن تهيكل الاتفاق السعودي الإيراني وهي تتابع هذا التنفيذ لأن التنفيذ الاتفاق يحتاج إلى أولويات ونحن الآن لازم نرى لحد الآن الاتفاق في بداياته يعني نحن روام مضي ستة أشهر لكن لحد الآن المرجو منه أو الذي كانت ترجو منه كله من طهران أو إيران أو حتى بنكين لم يتحقق كثيراً لأن الملف في اليمن لا زال لحد الآن قائم ولا زال لحد الآن هناك عوائق كثيرة في هذا الموضوع وكذلك في سوريا وكذلك في لبنان إذن الدور الذي تقوم به الصين الآن هو دوراً ليس فقط اقتصادي نحن نعلم والمشاهد الكيمي يجب يعلم أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين 82 مليار دولار إذن عندما نتكلم عن هذا الحجم التجاري الواسع إذن هذا فقط حجم تجاري في السلع والإنتاج يعني بدون موضوع لم يدخل به نسب التوريد للأسلحة التي تحتاجها الرياض وكذلك نعلم أنه أيضاً أن الصين الآن أصبح المستورد الأساسي للنفط السعودي والنفط السعودي الآن يصدر إلى بكين يومياً وبآلاف من البراميل التي تحتاجها الصين